الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أنه هو استلم النهاردة أكتر من 100 شحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح والشحنات دي بتحتوي على مية ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية أهم حاجة أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أنه هو وصله أنه استلمه لأنه كان فيه حاجات كثيرة قوي وفيه ايد أفرت كثيرة مهولة جات من مصر وتعطلت فترة جدا وفيه كلام أنه هي مش بتوصل وأنه كان الناس بتتساءل هو طب ليه طب الحاجات دي بتدخلهم ولا لأ طب لو اتبرعنا برضو الحاجات دي هتوصلهم ولا لأ فكون أن الهلال الأحمر الفلسطيني بيعلن أنه هو استلم فلا الحاجات يعني بتوصلهم ترجمة نانسي قنقر